شكراً تراث ثقافي يعتبر جزء لا يتجزأ من هويتنا وهو رمز من رموز الأصالة الوطنية الذي يمتد تاريخياً عبر ملايين السنين كما ينص الدستور على حمايته من مهم وزارة التقافة والفنون هي حماية التراث الثقافي وتستمد وزارة التقافة والفنون استراتيجيتها من أجل الحفاظ والحماية على التراث الثقافي من آليتين أهميتين الأولى هي المخطط الوطني لتهيئة المواقع والمعالم التاريخية الذي يستمد توجيهاته من المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الآلة الثانية هي القانون 98.04 المتعلق بحماية التراث الثقافي تراث الثقافي هو يعتبر المادي والغير مادي القانون 98.04 يعتبر قانون رائد من نوعه بالنسبة للأمر 67.281 لسنة 97 وهو متعلق بالحماية المواقع والآثار الوطنية تراث الثقافي هو يحمي التراث ومختلف المجمعات السكنية التاريخية كالمدن والقصبات والقصور التي هي تمثل جزء من تاريخنا وهويتنا الوطنية التراث الثقافي المادي هو يعتبر أو نقدر نقسمه إلى الممتلكات الثقافية المنقولة كالمواقع الأثرية أو المدن التاريخية والمجمعات السكنية والممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة كمجموعات المتاحف المرحلة الأولى التي تقوم بها وزارة الثقافة هي جرد الممتلكات الثقافية عبر جميع الوطن من خلال المؤسسات تحت الوصاية أو مديرية الثقافة الموجودة ب58 ولاية هذا بالنسبة للجرد هي تتعرف بالتراث تقوم بالجرد التاعه من بعد تبرمج عمليات حفظة وترميم هذا التراث عبر الوطن هذا بالنسبة للتراث المادي بالنسبة للتراث الغير مادي تقوم وزارة الثقافة بجرد هذه الممتلكات وتسجلها في قائمة البيانات قائمة البيانات تراث الثقافي الغير مادي هذا على المستوى الوطني هذه فيما يخص استراتيجية وزارة الثقافة حيث تعمل الدولة الجزائرية بصفة عامة على تصنيف التراث الثقافي لدى اليونسكو وخاصة وزارة الثقافة على رأسها سوريا مولوجي قامت في الفترة الأخيرة بتصنيف حتى ملف الراي لدى اليونسكو طيب نعود له سيدة شرشالي إلى قائمة التراث الذي تم تصنيفه لدى اليونسكو نعم وزارة الثقافة تقوم بتصنيف تراث الثقافي المادي على قائمة التراث الوطني أولا هي كمرحلة أولى عندنا قائمة التراث الوطني المسجل ضمن هذه القائمة وعندنا على المستوى المحلي التسجيل على قائمة الجرد الإضافي الممتلكات اللي عندها أهمية بالنسبة المحلية قادرين نسجلها ضمن قائمة الجرد الإضافي هذا بالنسبة على المستوى الوطني على المستوى الدولي قامت الجزائر بتسجيل سبعة مواقع على قائمة التراث العالمي بالنسبة للتراث الثقافي الغيرمادي سجلت الجزائر تسعة عناصر على قائمة اليونسكو كعناصر للتراث الثقافي الغيرمادي سبع عناصر في التراث المادي وتسعة عناصر في التراث اللامادي لو كانت فصلين أكثر سيدة الشرشلي حول هذه القائمة من هم العناصر التي تم تصنيفهم لحد اليوم؟ نعم بالنسبة للتصنيف تراث الثقافي الغيرمادي على قائمة تمثيلية اليونسكو سجلت الجزائر مثلا أهلي للقرارة إذن بولاية تيميمون زي الزفاف التلمساني والعادات والتقاليد والمهارات الحرفية مرتبطة به إذن بتلمسان آلة الإمزاد بولاية جانت ركب سيد الشيخ بولاية البيض هذه على سبيل المثال عندنا أيضا سبوع قرارة كيا للماء هو نظام تقسيم المياه بولاية أدرار وتيميمون الراي مؤخرا كأغاني جزائرية وتعمل أيضا حاليا وزارة التقافة على عدة ملفات من أجل تصنيف عناصر من التراث الثقافي اللامادي نقدر نذكر منها الأغاني الشعبية في الجزائر كسراوي كأشويق أو المالوف القسنطيني والشعبي بالجزائر العاصمة تعمل أيضا وزارة التقافة على تحضير ملف اقتراح تصنيف اللباس التقليدي الجزائري هذا بالنسبة للتراث الغيرمادي بالنسبة للتراث المادي عندنا سبعة مواقع مصنفة عالميا عندنا موقع تيبازا موقع الأسري لتيبازا موقع الأسري تيمغاد موقع الأسري لجميلة قصبة الجزائر قصور ولاية غردايا قلعة بني حمد والحضير الوطنية للتاسلي بجانت هذه هي المواقع المصنفة كمواقع عالمية ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي تعمل أيضا وزارة التقافة على تحيين هذه القائمة من أجل اقتراح مواقع أخرى للتصنيف نذكر منها أحسنة ولاية وهران يعني لتضمن النواة القديمة لولاية وهران وأحسنتها عندنا تاني وزارة التقافة تعمل أيضا على اقتراح تصنيف ضمن القائمة للضرائح التاريخية اللي هي رمز لتاريخ الجزائر هي رمز من رمز تاريخ الجزائر تاريخ العريق للجزائر أكيد سيدة الشرشالي تكلمتي على أهم ما تم تصنيفها الملفات التي تم تصنيفها لحد اليوم لدى اليونسكو وكذلك تكلمتي على الملفات التي رهي حاليا رهي لدى اليونسكو تكلمتي كذلك على التشويق أشويق أشويق بالذات وكذلك طبوع واحدة أخرى هنا يعني من معروف أن الراي هو اللي تصنف نعم لكن فما يخص بداية التصنيف نسموها بداية كيف يخص طبوع الموسيقية الأخرى هي داخلة في برنامج تحضير ملفات لتصنيف هذه الطبوع من الموسيقى إذا صح التعبير وزارة التخافة تعمل على هذه الملفات من أجل تحضيرها وإداعها لدى لجنة اليونسكو يعني اللي قدمت هذه الملفات رحي لدى كينا ملفات قدمناها وكينا ملفات رحنا نعمل عليها ما زال ما ودعناها في اليونسكو تقولين على هذه الملفات رحي دائما في رحي رحنا نعمل فيها إن شاء الله كين نكملوها نقدموها إن شاء الله هذه فيما يخص الطبوع الأخرى يعني ما يكشف فقط الرأي المالوف كذلك رحوا في المقدمين للملفة رحوا لدى اليونسكو رحوا ضمن هذه الملفات رحوا ضمن هذه الملفات طيب فيما يخص كذلك تكلمتي على الجزائر أنه قدمت ملفات مشتركة في البداية تكلمتي لي يا سيدة شرشاني أنا مع دول الجوار كأتونيس نذكر منهم كلمين على هذه الملفات؟ ما هي أهم هذه الملفات؟ وهل يمكن تقديم أكثر من ملف مشترك لدى اليونسكو؟ نعم إذن خلال سنتين 2020 و 2021 ساهمت ساهمت وزارة التقافة إذن الجزائر عبر وزارة التقافة إلى تحضير على تحضير ملفات اقتراح تصنيف طبق الكوسكوس اللي تصنف في سنة 2020 وهذا اقتراح درناه بطريقة جماعية مع عدة بلدان من المغرب والمشرق من المغرب العربي والمشرق العربي إذن كما راكم تعلموا طبق الكوسكوس تصنف كأنصر ثقافي لا مادي والخط العربي اللي هو تصنف في سنة 2021 نفس الشيء بمساهمة وزارة التقافة مع بلدان أخرى من المغرب العربي والمشرق العربي هذو هما الملفات ملفين لتصنفوا الآن وزارة التقافة تعمل على ملفات أخرى مشتركة مع بلدان أخرى عربية من أجل اقتراح تصنيف ملفات أخرى من التراث الثقافي لا مادي لهو مشترك ما بيننا وبين بلدان أخرى من المغرب العربي والمشرق العربي طيب فيكون هناك ملفات مع دول الجوار إن شاء الله فيما يخص الآن الزي التقريدية والألبسة التقريدية بصفة عامة نتكلم سيدة شرشري أنه كان فيه محاولات للسطو والسرقة وحتى نشفنا الألبسة التقريدية الجزائرية متوازدة في الخارج ونصبوها إليهم لو كانت تكلمي لي على الألبسة التقريدية بصفة عامة هل فيه زي تقليدي ربما تقدر له مصنف لدى اليونسكو ما هو هذا زي تقليدي وهل يوجد كذلك ملفات فيما يخص للألبسة التقريدية ستصنف نعم من بين العناصر اللي رحم سجلة العناصر الجزائرية تراث ثقافي لا مادي والغير مادي الثقافي اللي هو متعلق بالجزائر عندنا زي الزفاف تلمساني الشدة والقطع المشكلة له من خلال اللي هي تصنفت من بين أوائل العناصر اللي سجلت هذا بالنسبة لرهم سجل الآن بالنسبة للعناصر والملفات اللي وزارة الثقافة رهي تعمل عليها عندنا المعرفة والدراية الفنية المتعلقة بصناعة الزي النسائي الخاص بالقندورة والملحفة إذن هذه المعارف المتعلقة باللباس التقليدي الخاص بالشرق الجزائري هذا ملف رهي تخدم عليه وزارة الثقافة عبر المركز الوطني لدراسات مع قبل التاريخ علوم الإنسان والتاريخ هو المركز اللي رهي كلفاته وزارة الثقافة باش يعمل على هذه الملفات ويحضرها ونقدموها إن شاء الله إلى اللوجنة المتخصصة للونسكو اللي تدرس الملفات اقتراحات التصنيف إذن إن شاء الله هذا الملف رننا نعملو عليه والمزمع تحضيره وندرجوه لونسكو في هذا العام إن شاء الله في أواخر هذا الشهر إن شاء الله أنا نتكلم لك كذلك سيدة شرشالي على زي تقليدي شرق الجزائري نعم أنه كان فيها ألبسة تقليديات تمت سرقتهم من الخارج يعني فيما يخص كذلك الخيط الروح للحاية للتزائري الخيط الروح راه مصنف من بين زي زفافة للمساني خاطرش اللي مصنف هو مشي غير الزي الزي و جميع المواد اللي فيه سمحي لي رايشوية تقنين ممكن نتكلم الكلمات بالفرنسية ستديره سيلا تنوه ولي بيجوه يواناك وكل اكسسوعه يواناك هاي قاع راه داخل من بين العنصر اللي راهو تصنف في تلمسان راهو تصنفناه الآن يعني كيف نخيط الروح واللحيك لبسوه استدغى كيفش يقولوا المواطن العام بلك ما عندوش علم باللي كاين عناصر اللي راهي صنفت صنفتها قامت الجزائر بتصنيفها ضمن هاد العنصر زي زفافتي لمساني دركة وش نقدر نأكد لك هو انه وزارة التقافة تعطي اهمية كبيرة لعملية الجرد جرد والتعرف على تراث ثقافي لا مادي من خلال تعليمة اعطتها سيدة وزارة التقافة لمدارات التقافة باش يعملوا على جرد والتعرف على هاد التراث ثقافي لا مادي المرحلة الاولى هي الجرد ومبعد مع الجمعيات اللي هي عندها وتملك هذه المعارف باش نصونوا هذا التراث اذا نبدأوا بالجرد ومبعد نديروا عمليات صيانة باش نحافظوا على التراث هادايا اللي هو يعني احنا نعطوله اهمية كبيرة لانه كما قلت مع الول هو رمز اصالتنا الوطنية اكيد من تراثنا ومتاريخ الجزائر يعني وزارة ثقافة رهي قلود كل ما بوسحة لتصنيف التراث ويبقى دائما الجزائر فقط فيما يخص الملفات التي تقدم لدى اليونسكو هناك اولوية بالنسبة للملفات على اي اساس يتم تقديم هذه الملفات والمدة التي يتم فيها الاجابة على اي ملف وتصنيف هذه التراث شوفي اليونسكو عندها كيفش يقوله ميكانيزمات ميكانيزمات انه البلد العضوة عنده حق باش يوضع ملف واحد في العام اذا الجزائر منذ انها تبنات هذه الاتفاقية المتعلقة بصيانة تراث الثقافي اللامادي والغيرمادي كل عام من الفين وربعة اللي هي تبنات هذه الاتفاقية كل عام قدمت ملف يعني حسب ما ينص عليه ما تنص عليه هذه الاتفاقية يعني احنا مرناش كيفش يقوله متأخرين ولا احنا عم عندنا دجا كما يقوله تسعة ورانا نعملو باش ندرجو ان شاء الله كل عام ندرجو اقتراح تصنيف عنصر من عناصر تراث الثقافي الغيرمادي عنصر واحد كل سنة عنصر واحد كل سنة ان شاء الله يكون لباس تقليدي شاوي ان شاء الله سيصنف شرق جزائري ان شاء الله كاخر سؤال سيدة شرشالية على مستوى الوزارة لديكم هل لديكم مكيد ربما لجنة مختصة في تصنيف التراث المادي واللا مادي لدى اليونسكو وكذلك لجنة متابعة الملفات بالنسبة التراث المادي اللي هما المواقع والمعالم التاريخية والسكنات التقليدية المدن القديمة القصور الصحراوية عنا لجنة وطنية لترأسها وزيرة الثقافة او ممثلها هذه اللجنة متكونة من عدة اعداء لمثلوا قطاعات اخرى قطاعات وزارية اخرى منها نذكر وزارة السكن وزارة الداخلية وزارة المجاهدين ووزارات اخرى هذه اللجنة الوطنية هي اللي تدرس اقتراحات تصنيف على المستوى الوطني للممتلكات الثقافية بالنسبة لمتلكات الثقافية او التراث الثقافي الغير مادي ما عندناش عملية التصنيف عندنا عملية ادراج ضمن البنك المعلوماتي لتراث او بنك المعطيات لتراث ثقافي الغير مادي هذه على المستوى الوطني على المستوى الانترنسيونال انا تكلمنا دولي انا تكلمنا على الميكانيزمات المتواجدة على مستوى اليونسكو طيب يعني هذه فيما يخص اللجنة المختصة في دراسة ومتابعة ملفات اليونسكو اذا نهاية هذا الحديث وهذا النقاط شكرا لك نبيلة شرشالي على كل هذه التفاصيل مديرة التراث بوزارة الثقافة والفنو شكرا لك سيدة شرشالي شكرا لك شكرا لك اذا مشاهدنا الكرام نهاية الموعد الثقافي شكرا لكم على الحكومة